بعد كل ده في حد الأول مرة بصدق من قلبه يشجع الأهل في هذه المبارعة تحب تشوفه؟ لازم تصدقه؟ هتشوف نشوف الثانية عايز أقول لحضراتكم أن أنا عمري عمري أنا عندي 57 سنة دلوقتي في 57 سنة من حياتي عمري ما شجعت الأهل زي ما شجعتهم بارح ليه مش عارف أكيد كان فيه سبب ما إنما انبارح أنا كنت بشجع الأهل بروحي وبدمي يعني الأهل كان بالنسبة لي معدز لمالك بكتير ما تفهمش يا أخيك حصل إيه يعني طبعا دايما في المباريات اللي الأهل بيلعب فيها باسم مصر إنما الماضش ده بالتحديد مش عارف ليه يعني سبب ما يعني متحمس يا أخي إن الأهل موجود في بطولة العالم للأندية فرحان إن المصريين في الحتة اللي كانوا بيلعبوا فيها دي قاعدين مبسوطين هما وعيالهم بأن هما شايفين النادي لا يعني أي أن كان السبب بس أنا مبارح كنت على عصابي ارجع لي يا أهل طيب مش مهندس واضح جدا إنه كلام الأستاذ عمر أديب إنه بيشجع فعلا كان بقلبه وبروحه مش هدقه مش هدقك يا عمر المراضي طيب ده كان الأستاذ عمر أديب وأنا متأكد إنه شأن غالبية المصريين اللي بيحبوا البلد بجد لأنه إحنا شوفنا المنشتات النهار ده مصري بتفرح آه طيب اللي عليك لما تكون إنت مش بتحب نادي لكن مشاعرك طيبة ناحيته في لحظة ما مش ده بيش سهل عليك إنت ليه تعذب نفسك إنك تبقى بتتمنى اللي قدامك يخسر وتلاقي بيكسر شجع فرقيتك عشان تكسب لأ أيا كانت بيه حتى أنا عمر المراضي لهو بقى فعلا كان بشجعه القلي من قلبه وكان ما عمدوش مرارة ولا غضاد شعوره كويس ونام كويس حنبسطك يا عمر بإذن الله على طول طيب الحاكم الجواتمالي اللي حسب صباع رجل هو طبعا الفار ووضح إن البطولة تحت رقابة مشددة جدا في النواحة التحكمية لأنه كبار خبراء التحكم في العالم كانوا موجودين في المأسورة إنما كابتن جمال الغندور تقييمه للحاكم الجواتمالي عن أخطاءه في المباراة إيه نشوفه